عندي الذكر وعندي الفكر الفكر احنا اتكلمنا فيه ان لا يقعوا في ملك الله الا ما اراد الله سبحانه وتعالى وما هم بضررين به من احد الا بين الله الذكر بقى ان انا احصن نفسي احصن اولادي طب ازاي عم الشيخ حاجة بسيطة ابدا عندي صورة الفاتحة الفاتحة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الفاتحة اعظم اعظم صورة في القرآن الكريم في حديث ابي سعيد تمام عندي بعد كده صورة البقرة سن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا يستطيعه البطل يعني السحرة عندي بعد كده أيت الكرسي أعظم آية في القرآن من قرأها في ليلته النبي يقول كده لا يقربه شيطان حتى يصبح عندي المعوذتين اللي هو قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد كمان سن النبي كان يرقي نفسه بها صلى الله عليه وسلم نرئي نفسنا ونرئي أولادنا من شرط حد يرئينا الذكر برضو عندي بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن كل عين حاسد الله يشفيك ودي الرقية اللي رقى بها سيدنا جبريل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي كان بيرقي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين والرقية اللي رقى بها سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل فلازم لنا الذكر والفكر ونسأل الله أن يحصننا في بيوتنا ويجعل بيوتنا أمنا أمنا سلما سلما سخاء الرخان وسائر بلاد المسلمين اللهم أمان